نرجع تاني للأهل والزمالك مش عايزة عديها مش عايزة مش كده واروح ومقفش عندها مثبتش عندها الصورة الحلوة بتاعت انبارح يقيد دي بقى تتكرر يقيد الصور دي الأندية الصبحات الرسمية بتاعت الأندية تنشرها وتنشرها كتير وتكررها تاني وتقول للناس أيوة أنا الأهلي ما عنديش مشكلة مع الزمالك أنا بتنافس معه فقط في أرض الملعب أيوة أنا الزمالك ما عنديش مشكلة مع النادي الأهلي وبتنافس معه في المباريات وفي البطولات فقط ونفضل نغذي في الناس ده إحنا الفترة اللي فاتت كنا عامين نغذي في الناس إيه بنغذي في الناس إنه عندك مشكلة مع النادي عندك مشكلة مع شايف اللقطة بتاعت الشكبالة اللي فاتت مع محمد شيف دي كان بعد الهدف التاني للزمالك يعني ممكن بقى يشتيف إيه وشكبالة كي يحضرونه وحزاء زقة كده ويعمل لقطة اللي بتعجي بالسوشين ميديا بس هو عشان لعب محترم ولعب زكي سلم على قائد نادي الزمالك باحترام وبشكل محترم بدون أي أزمة دي الصور اللي عايزينها كل يوم تتحط على السوشين ميديا ماهدي برضو بتاخد لايكس ماهدي برضو بتاخد شيرز عادي يعني مش لازي تبقى الصور وحشة مافيه صور حلوة قوي ماهدي الناس كلها حتى ونشر الصور دي من مبارح وفرحانة بيها هو نفس الشخص اللي بيقعد يتنرفز ويتعصب ويشتم ويشعرف إيه هو نفس الشخص اللي عجبه الصورة دي مبارح طيب هي الأزمة فين دايما الأزمة بتبقى عند اللعيبة المسؤولين عند الأجهزة الفنية ما انت لو قلت حاجات فيها هجوم على منافسك ماهو الجمهور بيمشي وراك بطبيعة الحال لو قلت كلام حلو أو عملت موقف حلو مع المنافس بتاعك برضو الجمهور هيمشي معاك بطبيعة الحال ليه؟ الجمهور عاطفي ومختلف بقى الأعمار ومختلف الثقافات وكل حاجة ما تقدرش تحزبه ما تقدرش تمسك فيه كده وتقوله انت غلطان لا ابدأ من الأساس شوف الأساس بتاعك فين لو الأساس حلو هتلاقي كل حاجة ماشية حلو ونيجي احنا هنا بقى بص الكلام النهاردة الواحد مرتاح الزاوة بيقوله نيجي النهاردة لو حصلت خناعة مبارح بقى في المطش لو قدر الله تيجي النهاردة تقول مثلا فلان كان غلطان في الخناعة بتاعة مبارح ايه الحق ده ميسك في فلان وقال عليه غلطان عشان هو عايز يجامل النادي الفلاني ويجامل النادي ويبقى ضد النادي العلاني وتبقى انت بقى واقف انت نفسك كراجل بتقول معلومة أو بتقول خبر أو بتناقش في قضية بقى طول الوقت انت كمان في موضع اتهام وانت ملكش دعوة تبقى نفسك داخل في أزمة وداخل في مشكلة وتروح بتعصب والناس بتعصب عليك وتبقى أزمة ولحق الاعلام بتاعنا بيعمل ايه ولحق مش عارف بيقوله ايه يا سيدنا ما هو لو في حاجات حلوة ايه النهاردة طلعنا وقلنا مثلا خد بقى الكواليس دي كان فيه بقى في قط اللبس اخناق وقلناش كده السورة واضح السورة بألف كلمة مش هتعمل بقى انت أزمة أنا ما تكلم عليها وعلى غيري هيجيب أزمة منين وهو ما فيش أزمة فهيتطر حتى لو مش في النوايا ده يتكلم كويس فالمسئولية تبدأ وتنتهي فين مرة أخرى عند اللعيبة عند الأجهزة الفنية عند مسئولين الأندية هم دول اللي بيحركوا كل حاجة كلنا بنتأثر بيهم لو مشوا كويس مشوا بشكل محترم مشوا بشكل يليه بيهم أسماء ووظائف هتبقى الأمور كلها حلوة وجميلة وناس على السوشال مادية ما بتتخنيقش الناس في الإعلام ما بتتخنيقش الناس في الملعب ما بتتخنيقش الجماعير في المدراجات ما بتتخنيقش ونستمتع بالكور ونستمتع عارف التمنبارح لما تبص كده على كل البرامج والمواقع والجرائد هتلاقي كل الناس بتتكلم كورة وبس هتلاقيهم بيتكلموا كورة بس يقول لك أستو الأهلي لما لعب مش عارف إيه في الشوت الأول كان ممكن يخلص المبارح في الشوت تاني الزمالك لما لعب الشباب بتوعه وتلاقي لعب كورة تخيل بقى لو المبارح دي لقد الله كان فيها خناية من الخنايات اللي كنا بتشوفه كلنا بقى سبنا كورة دي خلاص ده الحدث سبت الكورة وسبت اللي حصل في الكورة وسبت المتعة اللي كان في الكورة أو حتى مش متعة بس فيه حاجة كان بتتعامل في الملعب وبدأت تتكلم في الخنايات وفي المشاكل غصبا عنك وإحنا في الأصل بنعمل إيه طبيعي كلنا نتكلم في الكورة أصلا يعني عايف أنا من زمان كده أقول ما بدأت أنا فرصة أنا فتح قلبي عشان أعجبني المنظر ده وأحابب أن أطول فيه عشان أنا برضو قعدت أقول لنفسي وأنا جاي لو كان فيه مشكلة كنا هنطول فيها ساعتين طيب نطول في الحاجة الحلوة زمان كما الواحد كان بيبدأ إعلام كان أسمع الجملة الشهيرة دي اللي يقول لك إيه قضية اليوم قضية اليوم في البرنامج الرياضي قضية قضية ليه ليه قضية ليه في الكورة بيقول قضية أصل ليه اضطرينا نخش أزمة اليوم في مش عارف إيه أزمة أزمة ليه دي كورة يعني دي لعبة دي متعة تلاقي نفسك اضطريت تستخدم ألفاظ لا تستخدم في الرياضة أصلا بس غزبا عنك مش بقول يعني اللي كانوا بيعملوا كده كانوا غلطة غزبا عنك نحنا عملنا أضايا ورفع أضايا وأزمة من هنا وكرسة من هنا وإيه ده كله وإيه ده كله ليه حلو المنظر إبارح مش هتقول عليكم حلو المنظر إبارح ويا ربي اتقرر في كل المباراة اللي جاية ونهي ده بقى شوية وحكامنا يبقوا ممتازين وحلوين عشان شفنا طاقة من تحكم إبارح كان مردي إزاي كان مردي جدا إزاي يبقى حكامنا كده برضه عشان الموسم يكمل على خير بدون أزمات ونطلع كل يوم نتكلم في الكورة ونقول الأهلي لعب مش عارف إزاي والزمالك لعب إزاي والبنك الأهلي وغزل المحلة والإسماعيلي والمصري وخلافه يعني كل الأندية تكلم كورة يعني اشتركوا في القناة